دخلت القوات المسلحة الجنوبية إلى مدينة لودر في محافظة أبيان وسط استقبال شعبي كبير وقالت مصادر أمنية في مديرية لودر أن القوات الجنوبية قدمت من مدينة شقرة الساحلية ودخلت مديرية لودر بالمنطقة الوسطى في محافظة أبيان وانتشرت في المدينة ويأتي ذلك في إطار تدشين الخطة الأمنية وعملية سهام الشرق لتطهير محافظة أبيان من العناصر الإرهابية اشتركوا في القناة